السلام عليكم و أصدقائك في حلقة مدعب من قناة فلوتر كوين أسئل كثير إجتني على التليغرام هل يمكن إضافة عملة البيبي و عملة الاي اي دوج على منصة بايننس اليوم طلع مؤسس بايننس و تكلم كلام مهم عن إدراج عملة الميم كوين على منصة بايننس و شو هي الشروط أتكلم بهالفيديو هل ممكن يتم إدراجها ولا لا و طبعا في كثير مواضيع مهمة هتكلم علي بهاد الفيديو أولا بتمنى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس إذا كنت عم تشوفني الأول مرة بتمنى تشترك بالقناة قربنا نوصل إلى الستة ألاف مشترك وبتمنى تضم دقائتنا على تليغرام طوال شهر مويل و رحنا مصفقات مجانية على القناة العامة الرابط موجود أسفل الفيديو خليكم معنا نهاية الفيديو أصدقائي حتى تعرفوا آخر أخبار عملة البيبي و عملة اي اي دوج أولا أصدقائها خلينا نبدأ بمعلومات مهمة لأشخاص اللي ما بيعرفوا هاي العملات أولا عدد قطع عملة البيبي 420 ترليون قطعة العملة ارتفعت بشكل كبير كانت بسعر 13.0 حاليا بسعر 6 أصفار العملة حققت مكاسب كبير جدا بعض الأشخاص أصدقائي اشتروا ب250 دولار أو أحد الأشخاص اشترى بقيمة 257 دولار حاليا تحولوا لقيمة 8 مليون دولار بتداولوا على هاي العملة مجرد اشترى من هاي العملة وخزن وبهاي الطريقة ارتفعت العملة وحذفت تقريبا 7 أصفار وال250 دولار تحولت إلى 8 مليون دولار الفوليوم اليومي على العملة 247 مليون دولار يعني الفوليوم اليومي يتفوق على الفوليوم اليومي الخاص بعملة الدوج كوين أنفى منسبة العملة الآي آي دوج عدد قطعة تقريبا 210 كوادرليون قطعة عدد قطع رهيب جدا وكبير جدا جدا العملة حالية أصدقائي تحت المراقبة أو تحت التطقيق العقد من سيرتيك طبعا موقع سيرتيك الخاص بتطقيق العقود لعملات الرقمية حاليا عم بجرى التحقيق وتطقيق على عملة اي آي دوج وش العملة مبنية على شبكة الاربتروم الفوليوم اليومي 145 مليون والماركت كاب 100 مليون دولار طبعا اصدقائي اليوم طلع مؤسس منصة بانس وتكلم عن إدراج عملات الميم أهم عملة البون قال عملات الميم عملات ذات مجتمع كبير ونحن قبل إدراج أي عملة ننظر للعملات من نظرة المستثمر أو من نظرة المستخدم لمنصة بانس قال أي إدراج على منصة بانس لازم أولا نطلع على مجتمع العملات إذا كان العملات تحتوي على مجتمع كبير خلال الفترة محددة بيتم إدراج العملات على منصة بانس يعني ما بيهم الماركت كاب ما بيهم الفوليوم اليومي بيهم المجتمع أو مجتمع العملة والإقبال على العملة والتدقيق الأمني للعملة بعد بيتم عمل تدقيق أمني للعملات ويتكون في مجتمع كبير بيدعم هاي العملات تلقائيا بيتم إدراج على منصة بانس طبعا هذي الكلام يدي تكلموا سيزي بانس مؤسس منصة بانس بتقرير مهم أو عبر مساحة صوتية على تويتر تم سؤاله عن عملات الميم وعن عملة البون عملة البون هي عملة ميم تابعة لعملة شيباينو طبعا تم سؤاله عن عملة البون وقال أنا ما بقدر بتكلم عن إدراج أي عملة لكن أنا بقلكم شروط إدراج العملات أولا تدقيق الأمني وثانيا قوة المجتمع إذا كان العملات ينتبوا أو لديهم مجتمع قوي بيتم إدراجهم على منصة بانس طبعا عملة البون حصرت شعبية كبيرة جدا خاصة بعد الأخبار عن ملايين الدولارات أو عشرات ملايين الدولارات اللي حققوها المستثمرين من هاي العملة وكسبت شعبية كبيرة بعد إدراجها على منصات كبيرة تم إدراجها على منصة أوكي اكس وكثير من المنصات التانية بقدر تتداول عليها فوتر وسبوت إذا تتداول الفوتر على هاي العملة بقدر تتداول عن طريق منصة أوكي اكس وبيبت أما بالنسبة لعملة العملة أو بما يعرف بالاي اي دوج طبعا العملة كمان مدرجة على منصات كبيرة والعملة حاليا تحت تدقيق الأمني إذا نرجح تدقيق الأمني فممكن يتم إدراجها على منصة بايننس لكن حتى يتم إدراج عملة البينبي فمحتاج إلى تدقيق أمني من قبل سيرتك يتم تدقيق العقد ويتم التحقق من سلامة الموقع الخاص بالعملة أصدقائي بكم وصلنا على هذا الفيديو أتمنى هذا الفيديو كنا لا تنسى تشترك بقناة فعل زر الجرس وضع اللايك حتى بصورة كل جديد مع السلامة دمتم بخير